قال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية واصلت شراء المعدن الأصفر بهدف التنوع بعيدا عن الدولار وسط مخاوف من اضطرابات جيوسياسية الأمر الذي دفع بأسعار الذهب العالمية نحو الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي وبحسب تقرير للمجلس بلغ حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب نحو 145 طن بارتفاع بلغت نسبته 68% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وأوضح التقرير أن الطلب الإجمالي على الذهب بلغ نحو 1053 طن خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع وصل إلى 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عازيا ذلك إلى التنوع والرغبة في امتلاك موجودات آمنة وسيولة